أشرقت شمس يوم جديد يحمل ملامح السعادة والسرور وقلب كل صائم ينبض بالفرح وترتسم الإبتسامة على محياه بعد أن أفنوا أوقاتهم خلال شهر رمضان في الصيام والقيام وتنوع العبادات هاهم يخرجون إلى مصل العيد مكبرين فريحين بصيام شهر رمضان مظاهر الأمة الواحدة على مصر حيث أن خطيب العيد تلمس هموم المواطن ومشاكل الحياة الهامة وما يعكر صفو المجتمع مؤكدا على مبدأ التعايش ونبدل عادات الدخيلة على المجتمع خطبتنا اليوم تركزت في أكثر ما تركزت فيه عن الأخوة والتلاحم والمحبة وجمع الكلمة وترك التحاقد والتباغض والنعارات فالعيد يوثق عرى المحبة بين أوساط المجتمع فبعد صلاة العيد يلجأ الأهالي للتزاور وصلة الأرحام وإدخال الفرح والبهجة على أسرهم مستشعرين عظمة العيد الذي يعمق أواصر المحبة والألفة بين الناس يبدأ العواد من بعد الصلاة مباشرة يجتمع الأهل في بيت أكبر عاقل في القبيلة أو في الحي ثم يتنقلون من بيت إلى بيت إلى بيت حتى يصلون مع الظهيرة إلى آخر بيت ثم يتوزعون للغداء وهكذا تعود العملية في اليوم الثاني على نفس الوتيرة ارتفاع أسعار ملابس العيد وغلى المعيشة يفسد فرحة العيد والذي أصبح كابوسا يؤرق المواطن البسيط في ظل الظروف المالية الصعبة التي فرضتها تداعيات الحرب على المواطن في البلد وللأسف أنه في هذه المرة بالذات في سيئون أنا أشوف أنه أسعار الملابس أسعار العامة حتى في كثير من الأسعار في السوق يعني نار وبالتالي الفرحة حق العيد معانها كاملة كما كل سنوات اجتماع الناس في مكان واحد ويستقيمون في صف واحد فهو دليل على وحدة المسلمين وجمع كلمتهم نحو تحقيق أهداف سامية العيد يفتح آفاقا كبيرة للتقارب بين الناس وتعزيز الألفة فيما بينهم ويفتح مساحة واسعة لتناسي الخلافات وطي صفحة الماضي فهمي بارماده قناة السهيل سيئون اشتركوا في القناة